الحقيقة أنا مش عارف أتكلم على سعي الصالح هل أتكلم عنه كصديق؟ أتكلم عنه كزميل فنان أتكلم عنه كشخصية مصرية منحوطة في عصير الشعب المصري زي ما بيقولوا الحقيقة لو قلنا الزربة اليونانية فسعي الصالح هو الزربة المصري وأنا إن كان أكثر صداقة امتدت منه ومن بني آدم كان مع سعي الصالح يعني صداقتنا امتدت لسنوات طويلة الحقيقة وإحنا كانت بدايتنا سوا أنا كنت أسمع عنه وإحنا في المدرسة أي ما كنا بنعمل مصرحيات من الأدب العالمي وكان الحقيقة كان فيه نهضة وكان فيه إشعاع ثقافي في الفترة دي وكنا بنعمل روايات وإحنا في سنة بنعمل روايات من الأدب العالمي كنا نسمع عن بعض وابتدت معرفة بسعي الصالح لما دخلنا أنا وهو مسارح التلفزيون كانوا مطلوبين أنهم طالبوا في الجامعة غوين فن وغوين تمثيل ودخلنا مسارح التلفزيون مرة نازل في مسارح له سبير فلقيت مسارحي اسمها 111 كفر من جاهد كانت إخراج الأستاذ صالح منصور الفنان الكبير ببوس قعدت أتفرج شوية قلت أتفرج خمس دقيق لقيت نفسي قاعد طول المصرحية أتفرج لوجود سعي الصالح حي كان مشاع وكان تقريبا هو بطل هذه المصرحية وكان الدور بتاعهم ما هوش كوميدي فقط لا بس فقط كان كوميدي وكان دور دور يعني له أبعاد كتير يعني وصر صداقة بينه وبين الصحي الصالح الصداقة دي انتهدت يعني من خلال مصرحيات ومن خلال الشارع المصري ما كناش نحب نروح ما كناش بالروح كنا نصيع في شوارع مصر وسكندرية ونحب نشوف الأماكن كنا نحب الأماكن نحب الأشخاص نحب الأشجار نحب الطبيعة نحب بلدنا كنا نقعد نغني بلدنا لما جينا نعمل مدرسة مشغبين احنا عملناها إزاي كان فيه قابلينا كان موجود الأستاذ فؤاد المهندس الأستاذ عبد المانيا مدبولي الأستاذ محمد عوض الأستاذ أميني الهنيدي كانوا في فرقة الفنانين المتحدين هؤلاء جميعا تركوا فرقة الفنانين المتحدين وأنا كنت موجود الحقيقة فجبت سعي الصالح معايا وهو صلاح السعداني فابتدنا نعمل روايات قبل مدرسة مشغبين لما النجوم الكبار تركوا الفرقة الأستاذ سامير خفاجة صاحب الفرقة ابتدى يشتغل بينا عملنا روايات ما لقدش نجاح إنما يمكن بعد ما تشهرنا وتعرفنا الناس زي هلو شعل بي كان الأستاذ سعي الصالح أستاذ عبد المانيا مدبولي وغيره كان بيشارك في هذه المسرحين عملنا مثلا بجامل حمرة وعملنا سري جدا وعملنا رواية اسمها اللص الشريف كان بيعمل الأستاذ سعي الصالح والرواية دي هشل يتفشر زريع جدا والرواية دي ما لقدش نجاح الان أنا وسعيد كان في دماغنا نعمل الفاصل عايزين نعمل مدرسة الفاصل وأقنعنا الأستاذ سامير خفاجة بكده والأستاذ جلال الشرقوي والأستاذ علي سلام كتب الرواية وبعدين لقيت سعي الصالح مرة قالت عنا نشوف فيه اتنين مختارينهم أستاذ جلال الشرقوي طلبة في معد فنون مصرحية حيجوا معنا يكملوا الفاصل رحت شفت في مصرح البلون شفت الأستاذ أحمد زاكي رحمة الله عليه وكان فيه بداياته وبهذه المناسبة الحقيقة الفن خسر فنان كبير اسمه أحمد زاكي وأنا كنت من ناس اللي كانوا يعني كنت أشعر بقريته ونبوغ أحمد زاكي من الصغر والحقيقة رحت شفته كان هو موجود كمان يوني الشلبي كلاب استعصى كده والشكل والهالك من الدحك وجينا عملنا مدرسة مشاغبين سعي الصالح كوميديان من الدرجة الأولى اللي يضي ما قدرتش عديها يعني كان مناق جميل جداً أهمية الحقيقة وكان كنا بنشتغل في حب في نوع من الهارموني أو التجانس الفان الجميل جداً يعني أعتقد أن السعي الصالح قيمة كبيرة جداً لابد أن احنا نهتمي بها لابد أن احنا نتيح له فرص كتيرة أنا أعتقد الحكومة التي تبشتها مع الحكومة أعتقد ممكن مسارح الحكومة تستفيد من موهب السعي الصالح ومن عبقلي السعي الصالح يعني سعيد سمح لي يعني أحيي نجمعات الإمام وأبرك له على سلامة بنته والسارة لأنها جابت له أول حفيدة أمينة وأقول له مبروك وإن شاء الله تشوفها وهي عروسة كبيرة وتجوزها بقى تكون راحة الجامعة حاولك حاجة أنا يا بختي بعد الإمامة الله حلو تعبيرك آه والله يا بختي بعد الإمامة فنان من ساس ونراسه فنان تعشاقي العمل معه إذا صاحبتيك كسبتيه إذا بدر منك أي حاجة هو يعرف يعرف إذا كنت شفافة ولا مش شفافة فيه لأم ولا إنما إذا صاحبتيه حتعشاقي بنا آدم جميل جداً بيعشق شغله بيعشق فنه متطور مش عايز يقف عند حاجة عمل كل ألوان التمثيل متعة متعة بني آدم بقولك يا بختي بعد الإمامة كلمة كلها أقول إيه مشاعر وحب وارتباط بالصديق عمر الحمد لله الحمد لله ربنا يدي المعروف وإحنا بيننا وبعض معروف إحنا ما فيش بيننا وبعض أي حاجة تانية خير إن إحنا شوفيه إحنا عندي بقول إيه إن فيه نوعين من الإخوات إخوات اللي أبوي أخلفهم صح وإخوات اللي أنا أعملهم اللي هم أصحابي ربما رب أخي اللي أنت لده أمك فأنا أصحابي 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 هم دول إخواتي أخواتي أخواتي بكل حاجة بلا غرض بلا مصلحة لأنا عارف أن دي المهم عشان نشتغل سواء لحاجة ويا ساعد دي لو اشتغلت معها ويا ساعدوا لو اشتغلنا مع بعض دينا لإني بتبقى كارثة على الشاشة ولا كارثة على المصح لإني موهبتين التفجر المواهب جمع أعضاء بيبقى لصالح الناس وصالح المجتمع ترجمة نانسي قنقر